ورجعنا منفصل ومكملين معاكو ناس من بلدنا سمعنا أمال ماهر واسمنا حسن شاكوش قبل كده أنا بقول لو لاختلاف الأزواق الفكرة كلها أن كل لون لي معجبينه وكل لون لي ناسه وإحنا بنحترن كل الأزواق تعلمنا وتربينا على احترام الرغبات احترام الأهواء احترام الأراء ممكن نختلف في الرأي لكن ده أبدا لا يفسد للود قضية لكن الحاجة اللي احنا لا يمكن نختلف فيها أبدا هي خدمة الناس وحب البلد حب مصر عشان كده في ناس من بلدنا بنقول أنه دايما منبر لكل مواطن على أرض مصر وأي مواطن عربي المكان هنا ماتوح وأتشرب به بجد أي إنسان بيسعى لخدمة البشرية أو خدمة الإنسانية بجد هيلاقي فرصته عندي وهيلاقي المكان بتاعه وهيلاقي وضعه كمان في برنامج ناس من بلدنا لأنني بأكدها دايما أن ناس من بلدنا في خدمة بلدنا وكل ناس بلدنا النهاردة معايا حد من الفصيلة دي الناس بجد اللي بتسعى أنها تخدم البلد مشكلة فعل وتأكدنا علشان كده برغم المشاكل الكتير جدا اتفقنا معاه إنه يكون ضيفنا النهاردة رحبوا معي بضيفي وضيفكم المستشار عيسى شبل رئيس مجلس إدارة اتحاد شباب الشعوب والقبائل أهلا بك مع المستشار شرفنا يا فنم منورني كناس من بلدنا أخبارك الحمد لله في البداية قبل أن نخش في موضوع الحلقة تمام الأول أخبار الاتحاد شباب الشعوب والقبائل وليه شباب يعني ما سبتهاش على العموم ليه كده الناس الكبيرة فيه كوادر كفاءات يعني ليه اتحاد الشباب والله في عندي ما هو في الأول احنا كان الهدف بتاعنا التنمية داخل مصر سيادة الرئيس عفتح السيسي لما عمل مؤتبر الشباب الأول كان بيخاطب بيه العالم كله فاحنا دمجنا ما بين خط التنمية المستدامة اللي سيادة الرئيس بيعلمها لشباب مصر تتعامل ازاي تمام وخطة الشعوب والقبائل الشعوب ده متاح لكل الأعمار وكل الفئات إن هي تخش فيه احنا دمجنا عملنا دمج صغير جدا ما بين احنا رسلنا الشباب على مستوى العالم في كاف الدول العربية في داخل مصر ورسلنا رجال أعمال خارج وداخل مصر وعملنا دمج على مدار أربع سنين اللي فاتوا احنا تحت التأسيس إن احنا نعمل تنمية حقيقية داخل مصر باستثمارات عربية في معانا بعض الشيوخ العرب موجودين معانا من إماراته من السعودية ومن الكويت بيدعمونا بندرسالة مطمئنة للعالم كله إن احنا في وقت حاليا اللي استثمار في في أزهع عصوره في مصر احنا بنبني بالعمر بنبني سيادة الرئيس مدي والدولة مديتها تسلات كتيرة جدا جدا للمستثمرين في مصر لإنشاء مصانع وإنشاء بنية تحتية موجودة في مصر سيادة الرئيس بيبني قلعة صناعية كبيرة جدا في مصر محتاجين إيد برضو تبقى مسندة معانا بنعالج مشكلة البطالة ودي من أهم المشاكل اللي موجودة في العالم كله إن احنا بنخلق مشروعات تنموية من الداخل عندنا فكرة مشروع منافذ أمن غزائي للشباب ده يكون محور موضوع الحلقة موضوع المنافذ لكن أنا كده الصورة وضحت بالنسبة للناس اللي بتشوفنا دلوقتي لما يلاقوا القرير على الشاشة من مصر عيسى رئيس مجلس إدارة اتحاد شباب شبه القبال تحت التأسيس إن هو مش مقتصر على الشباب ده اللي كان وضحه فيه اللي جاء بتاعته واللي بقى الحالة بقى على السوشيال ميديا والناس اللي بتكلمنا عشان خاطر المنافذ بتاعة النبرية والشركة المصرية للصناعات الغذائية يبقى إيه الكوليس وإيه الموضوع ده حضر قدرنا ندرب كوادر بشرية لخوض يخش سوق العمل وهو عنده دراية بي مش داخل مش فاهم وده اللي احنا محتاجينه للفترة اللي جاية عملنا بروتوكول مع جمعية العاملين بالريتيل والتجزئة والهايبر ماركت قدرنا نحنا نوفر تدريب لأكتر من خمس سلاف شاب في الفترة اللي فاتت ودخلوا بالفعل سوق العمل في مجال السوبر ماركت الدكتور رايزة عزوزلة للتنمية والصداقة بين الشعوب لمد المرأة ببعض الوسائل التنموية ان هي تقدر تشتغل تقدر تخش سوق العمل من خلالنا كمجموعة من شباب اصحاب شركات مواد غزائية ما بيننا مصنعين وما بيننا منتجين وما بيننا اصحاب شركات وما بيننا ايد عاملة نعمل فكرة فكرة التجمع ده والحراك اللي بيحصل ده الفكرة بتاعته هل هي ربحية ولا لخدمة المجتمع ولا الاثنين مع بعض يعني المشاهد اللي بتفرج عنهم دلوقتي حابب يفهم شاب زيك تمام الدوشة الكتيرة اللي هو داخل فيها دي بيديرها ازاي بيزبطها ازاي وهدفه ايه يعني مننا نعمل 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 جينا فترة من الفترات كان التصنيع فيه مصانع كتيرية جدا ما كانت متوقفة ومش رغال فاحنا عشان نعمل تنمية حقيقية لازم المصانع دي تشتغل فلازم نوجد لها السوق فكانت الفكرة بمجموعة الشباب اللي معنا بإيجاد السوق ان احنا نعمل منافس عبارة عن محلات في القرى والنجوع والكفور والمحافظات بتاعت مصر عشان تسوق المنتج بتاع المصانع دي يبقى انا عندي تلات محاور بشتغل عليهم تشغيل المصانع ودي رقم واحد رقم اتنين محاربة بطالة للشباب ان انا بوفر له السلع كلها بسعر اقتصادي يقدر يكسب منه كويس ويقدر يحقق منه استثمارات كويسة على مداره ويحقق بأحلامه الجزئات التالتة ان انا بخاطب المواطن بمنتج مطابق للمواصمات القياسية المصرية وسعره اقل بكتير جدا من المعروض في الخارج لانه سعر جملة الجملة يعتبر ان المصانع اشتغلت عشان تغطي تكلفة العمالة بتاعتها والمصاريف بتاعتها طب لأ ثاني واحدة نعرف معك هنا فضل ويعني عاوزت تصور لي ان انا رجل صاحب مصنع هبتدي اتعامل مع المنافس دي زي ما يتعامل مع تاجر جملة الجملة ايوة احنا كده خدنا 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 واتفاهم بينكم ومن بعض ايوة فان خدنا صفة ان احنا يبقى عندنا كبار العملة هي المنفذ الصغير الاربعة فاربعة او تلتة فاربعة بتاع الشاب طيب علشان يكون كلامنا فيه مصداقية والناس كده طبعا انا عارف ومتأكد من الجهد اللي بيحصل بس المشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي بعد الحلقة ممكن يكلمني انا شخصيا او يتوصل معكم مبدئيا الشباب اللي عاوزين نفتحه المنافس دي في القرى انت بتقول في القرى والارياف يعني المضوع متاح لأي حد احنا بالفعل اللي فاتت اتقدم لنا اكتر من رجل اعمال يكون وكيل لمحافظته يكون مركز استراتيجي لتوزيع المنتجات على مستوى المحافظة طيب قالية التواصل معكم ازاي دي حاجة الحاجة التانية الشروط اللي بتتوافر في الشاب يعني انا النهاردة من قرية ريف في الشرقية عجبني اول كلام اللي بقوله المستشار عيسى في التلفزيون في برنامج الناس من بلدنا عجبني اوي طيب انا عايز اتصل اكلم مين واروح فين ومطلوب مني ايه وهل الموضوع ده مربح بالنسبة لي او مجدو لا ثلاث اسئلة في سؤال واحد اولا انها هنتواصل من خلال ارقامنا ومن خلال في صفحة بيتم انشاءها على الفيس ان شاء الله باسم الشركة المصرية الوطنية الامن الغذائي مشروع الشباب مشروع منافذ الشباب تاني حاجة ان انا مش طالب حاجة من الشاب اكتر من هو يكون عنده في قلب بيته في قريته او في النجا اللي هو قاعد فيه او في المحافظة اللي فيها محل تجاري هيحط فيه تلاجة مساحته اي مساح الشروط اللي بتتوفر فيه هي نفس الشروط اللي بتتوفر في السوبر ماركت العادي تمام انا عايز مجموعة من الارفف وتلاجة طيب هل بيشترط سجل تجاري وبطاقة ضربية او حاجات زي كده ولا مضوات زي الوطنية ومجموعة النبارية الامن الغزائي تمام اللي بيخش معنا بيروح يقدم بعد ما يفتح مكانه بيقدم بقى للضرائب عشان خاطر يعمل سجل تجاري ويعمل بطاقة ضربية ويبقى موجود رسمي النهاردة هو هيكسب فين حق الدولة لازم يعمل السجل التجاري والبطاقة ضربية بتوع عشان يدي للدولة حقها اللي ابتدت تطلع له شباب تنتج وتعمل له مشروع على الارض تمام طيب ما تيجي نعمل لها مبادرة دلوقتي على الهواء انا بخطفكوا على الهواء ونقول الشباب او الناس اللي بتشوفنا دلوقتي اللي حابين يبقوا اصحاب منافذ للشركة المصرية الوطنية الامن الغزائي ومنافذ تبع شركة النبارية للامن الغزائي ما توصلوا على برنامج ناس من بلدنا شرف لنا فأنا تقول برنامج ناس من بلدنا في خدمة كل ناس بلدنا شرف لنا نزلها لنا جماعة على الشاشة نزلها لنا على الشاشة دلوقتي اللي عاوز يتواصل لتجهيز منفذ للامن الغزائي في اي قرية في مصر يتواصل على صفحة برنامج ناس من بلدنا نزلها لنا على الشاشة دلوقتي يلا او شرف لنا فأنا من احنا ناخد من نكون احد الجنود اللي موجودين في مصر تحت رعاية في خامة ستاسيات الرئيس طبعا هو الرجل بيبني وبيعمر وحنا كلنا لازم يكون كتفا بكتف وكلنا ايدينا في ايدين بعض انا على يقين تام ان الدولة مش هتعمل كل حاجة لوحدها طبعا وفي مهام جسام ومهام كبيرة جدا 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 على عاطق الدولة كدولة هنا بيجي دور الاتحادات المؤسسات اللي احنا بسمونه منظمات المجتمع المدني ودي اللي بينادي بيها اللي كان نادى بها سيادة الرئيس في الاول في اول تولينا ده بحسل عمل وطني داخل منظمات المجتمع المدني للتنمية الحقيقية جوا مصر طيب في شركات دلوقتي مثلا انت بتقول لي مانفذ امن غزائي يعني الارفف ده هيكون موجود عليها ايه؟ حضرهاك هيكون موجود احنا معنا تلات شركات في مجال اللحوم منهم النبارية ومنهم ايجيبشن تريد هاوس لو في صورة جماعة ونبي نزلها لنا بالمرة كده والمستشار بيتكالب معانا شركة النبارية لتصنيع وتجهيز اللحوم معانا شركة ايجيبشن تريد هاوس ودي عضو وزارة كل دي اعلانات هتحسب عليها لا طب معانا شركات خاصة هنقول الانواع معانا شركات خاصة في اللحوم هنقول الانواع الموجودة مسجلة عوزارة الاساسمار وغرفة الصناعة والتجارة هيبقى عندنا قطاع اللحوم في اللحمة القطع واللحمة المفروم والتريبيانكو والفلتو والبوفتيك والكبد الشرايح والكبد الاسكندراني والكبد العصافيري قطاع الدواجن في الورك والدبوس والجناح والفلي والشيش يعني مشتقات لحوم ودواجن وفي البرجر والكفتة والسجوء اللي برضو من انتاج بعض الشركات الوطنية عندنا السمنة والزبدة في منهم طبيعي وفي نص طبيعي العسل النحلي فيه طبيعي وفيه نص طبيعي زيت الزتون انتاج قوات مسلحة المخللات انتاج قوات مسلحة عندنا قطاع المكارونة انتاج قوات مسلحة عندنا قطاع رز والسكر بالنسبة البسكوتات مقارمشات شوكولاتات حاجات ذات لا احنا أمن غزائي اللي عايز يزود في مكانه انه يجيب شافسي او ومقرمشات أو شوكولاتات فبيزود من عنده لكن الأساسي بتاعي هو مستهدف المواطن نفسه الاستهلاك الغذائي اللي المواطن بيحتاجه لبيته بسعر اقتصادي جدا اللي هي اللي احنا بنقول عليها كده أساسيات البيت المصري الحاجات اللي دايما موجودة في المطبخ دي بتبقى موجودة في كل المنافذ يعني عملت بروتوكولات مع الشركات عندنا بروتوكولات مع كل الشركات المطبخة كل الشركات دي بحيث انك انت تضمن ان المنفذ يكون موجود فيه كل حاج طيب انا كمواطن عادي دولاتي بتفرج على التلفزيون الله ويه يا عم الغالبة دي ما انا عندي السبر مارك بتاع عم أحمد على الناصية والكوشك بتاع خالتي مشارك مين ما روح اجيب منهم ايه اللي هيشجعني انا كمواطن بقى ان انا اروح المنفذ بتاع الامن الغذائي ايه الحوافز اللي انتوا بتقدموها ايه اللي حضر انا بتقدم سعر اقل بكتير جدا من المعروض في السوق تمام عندنا احنا عاملين حافز للمواطن نفسه ايه على مدار السنة بنعمل ثلاث فعاليات موجودين فيهم ايه رحلات عمراء اربحها رحلات عمراء رحلات مصايف ايه في رمضان عندنا بنعمل شنطة الخير تمام دي بتكون شنطة مخفضة للجمهور بتتبع برضو في المنافس تبع في المنافس برضو دي من خطة النهاية تبع في المنافس لمحدود الدخل باسعار اقتصادية جدا اقل من المعروض طيب كل ده كلام حلو ومشجع لكن هاجي على اللي هيفتح المنفذ او اللي قاعد دولاتي بتفرج علينا بس اعتقد يعني مفيش كتير بتفرجوا علينا دولاتي الناس دولاتي بتفرجوا على مطش الزمالك ولا ايه يطمنونا يا جماعة كده في الكنترول كده والنبي كده نتيجة مباراة الزمالك احنا بنقول يا رب الزمالك يكسب النهاردة عشان يفرح المصريين بكاس جديدة احنا لا اهلوية ولا زمالكوية احنا مصريين احنا مصريين المطش خالص ولا لسه المطش غال دولاتي نتيجة كامي اتنين واحد اتنين واحد يا رب مصر تكسب مصر تكسب ان شاء الله النهاردة فالناس اللي بتتفرج علينا ده بقتي وحابين يفتحوا منفذ قلنا الحوافذ بتاعت المواطن العادي اللي هو حيشتري طب الحوافذ بتاعت اللي هيفتح المنفذ ده ايه احنا عندنا نسبة الارباح بالنسبة للي هيفتح المنفذ بتبتدي من 10% بتتصاعد مع مختلف المنتجات ل18% جميل وبعدين احنا بنشتغل في منتجات استراتيجية فبالتالي البيع فيها كاش ما فيهوش اي اواجل فسرعة دوران رأس المال بتتشتغل في الشهر حوالي 3 او 4 مرات فما يجي بص المستهدف بتاعها هيلاقي المستهدف بتاعها كويس جدا طب بمناسبة رأس المال اللي هيفتح المنفذ ده ايه المطلوب منه وهل البضاعة اللي موجودة عنده في المنفذ دي هتبقى ملكه هو ولا ملك الشركة هو مجرد ادارة بس فيه فنيات كده برضو حاب الناس تعرفها منك لا حضرك اللي هيبقى موجود بالكامل ملك الصاحب المنفذ صاحب المنفذ تمام احنا بنشتغل لأول 3 شهور بقيمة رأس المال بتاعته بالكامل اللي هي اللي هو بيحددها بحددها لكن بتاكيد فيه حد ادنى الحد رأسه ده مفتوح يعني ابتد من 15 الف جنيه يقدر يحط بضاع عنده في المنفذ بتاعه تمام بعد 3 شهور بنعرف قيمة المسحوبات بتاعته قد ايه مدى تفانيف عمله بيحقق ارباح قد ايه بنبتد من يفتح له دارة كرادت انه هيزود القيمة قيمة رأس المال بتاعته بالآجل من عندنا على مدد تحصيل معينة بيكون موجودة في التعقد بتاعه لكن اللي يفتح منفذ بالتاكيد المحل او المنفذ بما فيه ملك خاص له دون اي شراكة مع اي حد بتاعه بالتاعته سهل جدا ان يلاقي واحد يفتح منفذ وممكن تلاقي حد يعمل سلسلة يعني حد اقتنع بالكلام الحلوي اللي تقال ده وخصوصا الحافظ الجميلة اللي انتو بتقدموها والاسعار دي وهو معاه مبلغ محترم فقالك انه النهاردة مثلا موجود في محافظة بالمحافظات اقل محافظة فيها 7-8 مراكز قالك يفتح في كل مركز منفذ وجي في المركز بتاعهم في كل قرية منفذ عمله 10-12 منفذ هل في فرق في التعامل ما بين المنفذ الواحد والسلسلة طبعا احنا عندنا حضرك محافظة اينا تقدم رجل اعمال عشان خاطر يعمل سلسلة كاملة في الكفور والنجوع وفي محافظة البحيرة نفس الامر وفي محافظة الغربية نفس الامر وفي محافظة الشرقية في كذا حد مش واحد بس عايز ياخد الوكالة الكاملة للمنافذ ان هو يفتح مش ان حد تاني يفتح فاحنا ما عندناش بندل لاحتقار الكل بيقدم للشركة تمام واحنا بنخلي الوكيل يقوم بعملية توزيع عليهم والمتابعة الكاملة وهو عليه رقبة اشد من عليهم تمام هو بيستفاد مش ما بيستفادش بيستفاد نسبة مقابل توزيعه ونسبة مقابل استهلاك العمالة اللي عنده المشروع اساسه التنمية في مجموعة هتشتغل في اللي هيفتح منفذ ده واحد او اتنين هيشتغلوا في منفذ لكن اللي بياخد الوكالة ده بيشغل عشرة خمستاشر واحد منهم سوائين ومنهم مناديب ومنهم ادارة مالية ومنهم حسابات ومنهم مخازن فده بيكبر عملية التشغيل بالنسبة لنا وده الهدف الرئيسي ان احنا نعمل تنمية نعمل محاربة للبطالة ونعمل محاربة لعدم الاحتقار السلع للمنتجات الغزائية يعني بقى الموضوع مفتوح على المشاعب بالنسبة للكل مفتوح للكل طب هل فكرتوا فيقالية لتدريب الشباب او الناس اللي تاخد المنافس دي على الادارة بتاعتها علشان خاطر ما ييش يسيء ادارتها فيخسر فيقول انا فشلت والمشروع اصلا فاشل هل فكرتوا فيقالية للتدريب والتأهيل الشاب اللي بتقدم عشان خاطر هي من المنفذ عندنا بيخش ياخد كورس لمدة 3 ايام مع جماعة العملين بالريتيل والتجزاء والهايبر ماركت بيفهم يعني ايه تجارة من اول ما يبتدي المشروع بتاعه لغاية ما يحقق سلسلة بطموحه زي ما يحب يوصل فيه طيب فكرة التعامل مع العميل انت وانا والناس اللي بتشوفنا دي دقاتي هيأكدوا الكلام اللي انا بقوله ده انا بحب اروح بالسوبر ماركت ده علشان بلاقي الولد اللي فيه مبتسم او البنت اللي هناك مبتسمة ما بروحش لحد كشر خدت بالك وتيجي تقول له انا عاوز كيلو مثلا وراك الفراخ مثلا بكام يقول لك مثلا بتلاتين جنيه وتبر ماشي تيجي تمديدك ولك لا انا اللي هنقلك مش هارفي طب يا سيدي انت هتاخد الفلوس اللي انت بتقول عليها حقي كمشتري ان انا اخد الحاجة اللي انا هاكلها تمام خدت بالك فهي فكرة التجارة كتجارة ده اتجاه وفكرة التعامل اصلا مع المواطن ومع المشتري ده اتجاه تاني خالص يا تارى برضو فكرتوا فيها ولا ساقطت الكورس اللي بياخدوا في خلال التلاتيام بياخد فن التعامل مع العميل بتاعه بياخد فن التجارة بتاعته هيبقى ازاي بياخد ادارة عامة للتشغيل بتاعه في ارباحه وخسائره ومشترياته وخروج الاكسباير من التلاجات بتاعته ومتابعة التواريخ الصلاحية بتاعته المنتجات كلها بلا استثناء كلها معبقة ما فيش فيها منتج خارج يتعرض لمكروب او ان احنا ناخدش فيه في مشاكل حتة التعامل مع الجمهور عمتا هو من حق اي حد انه يفتح التلاجة ياخد المنتج بتاعه ده هو بيتعلم ده جوا جماعيات جوا القرصات اللي بياخدها يا سعاد المستشار ده حق اصيل لي انا كمواطن على فكرة انا بعمل كده والله انا ممكن يبقى كيس مش عاجبني شاكله وعايز اللي جنبه ولادي عارفين الكلام ده وزوجتي اكيد شافان دولاتي وعارفة الكلام ده انا لما بروح لأي حد ولا ايه هو اللي هينققيلي بقوله لأ عفوا انت مش قلت السعر اللي انت هتقوله هتاخده يبقى حقي ان انا نقل حاجة دي عجباني ودي عجباني ودي عجباني تمام شوف تمانا كم اخد تمام وده هو يتعلمه في الدورات اللي بياخدها تمام بالاضافة ان احنا يعني بفضل الله مبارح تلقينا طلب من بعض رجال اعمال في دولة الامارات بفتح منافس بكامل التكلفة هتبقى هدية لفئة من الشباب مع هاش المبلغ اللي تقدر تشتري به تلاجة وتقدر تشتري به تاخد تأجر به محل وتشتري بضاعة لا بطمن الكل ان في فئة معينة دي اللي هتبقى حظها يكون اكبر ان احنا هنتولى عملية الادارة بالكامل ونديهم الاماكن في قلب المدن بتاعتهم والمحافظات بتاعتهم ونديهم البضاعة بالكامل وده استثمار تنموي من بعض رجال اعمال وسيدات اعمال في دبي وفي الامارات هيبتدوا يدخلنا سيولا ان احنا هنشغل الشباب دي بكامل طب ده كلام جميل جدا والاجمل كمان الاعداد بيكلموني مخرجنا الجميل محمد بيقول لنا ان المصريين في قطر جابوا الجوني التالت كده كاس السوبر بيقرب من مصر يا مساهل يا رب يلا عزين ماتش خلص الحمد لله دي او ديتين كده وان شاء الله واركاس تكون خلاص ضمن الجوائز بتاعت المصريين ايوة كده ايوة كده فرحونا فرحونا احنا محتاجين نفرح بجد والله بجد فرحونا طيب السعادة المستشار ما لازم اتابع هنا وهنا والجمهور اللي ساب الماتش بتفرج عليها دلاتي ليكوا علي حق بجد دلاتي كانت فيه هجمة من شوية للترجي لكن الحمد لله الوحوش صدوها والزمالك شغال كويس انا معاكم طيب فكرة اننا النهاردة مريد تلاجات بمشتقات ومصنعات لهم وحاجات زي كده الاكسباير فكرة انتهاء الصلاحية بتاعة بعض المنتجات التعامل ازاي بما بين صاحب المنفذ والشركة حضراك احنا اكيد في كل المنتجات اللي هتحط فيه منتج مش هشتغل جوه دايرة معينة وارد جدا تمام فاحنا مديين لصاحب المنفذ للشاب بنقول له معاك 15 يوم الصراحية كلها 3 شهور اللي بتنسبل المنتجات معاك 15 يوم لو المنتج الفلاني معلوه السحب عليه فيه السحب عليه جوه التلاجات بتاعتك او جوه منفذك لو سمحت اتصل بالشركة هنستبدله بمنتج شغال تمام فيه متابعة مننا ودي موجودة في الدورة اللي الشاب بياخدها انه هو بيتابع الاكس باير بتاع المنتجات والمناديب بتاعتنا بتتابع كمان وهي بتسلم البضاعة الاكس باير اي منتج دخل في 15 يوم النهائية للاكس باير بيتم رفعه بالكامل من التلاجات طيب ايه احنا بنتكلم دلوقتي النشاط عندكم في الشركة الفترة اللي جاية دي افتتاح المنافز ان شاء الله طيب ماذا بعد دلوقتي فتحنا في الشرقية وفي انا وفي المنصورة وفي البحيرة ودميات ماذا بعد حضرات كل ما بتفتح في مصر عدد من المنافز بتحتاج تشغيل عمالة اكبر لمتابعة المنافز دي تمام فدي مرحلة اولى عشان احنا متخصصين في مجال الامن للغزائفة دي المرحلة الاولى منها لكن احنا في الاتحاد نفسه عندنا كمان رعاية كاملة بندرسها دلوقتي للحرف الصغيرة والحرف اليدوية وبعض الصناعات الصغيرة اللي نقدر ان شاء الله هنقدمها برضو هدية للشباب الفترة اللي جاية بعد اعداد دراسات بتاعتها فاحنا مش مكتفيين على امر المواد الغزائية بس احنا موجودين مصريين في ظهر ريسنا للتنمية الحقيقية ومحاربة بطالة حقيقية مش محاربة بطالة كمسمى تمام وان شاء الله رب العالمين نكون عند حسن ظن الجميع احنا للأسف الشديد احنا مجموعة شبابية للأسف ليه بس يعني ما دا هو دا املنا بشباب مصر فاندي بالأسف ان احنا قيمة رأس المال بتاعنا هو مجهود سنين شغلنا مش ارقام كبيرة فان كنا متبطئين شوية ان احنا مش قادرين نغطي المحافظات كلها فمع الوقت ان شاء الله رب العالمين هيكون في تغطية كاملة للمحافظات طيب ما هي اهم حاجة هنا المصداقية في التعامل ما بينكم كشركة والشركات المصنعة انا النهاردة لو كنت بتعامل بجدية وبتعامل باحترافية انا بافيد الشركة تمام انا هستفيد طبعا لكن طالما انا بافيد الشركة هيفضل التعامل المستمر ما بيننا وما بين بعض طيب يعني دا شيء طبعا احنا بس بنقول ستيب باي ستيب عشان خاطر لو جات لنا محافظات بايدة عننا مش هنقدر نغطيها تمام ما يتقالش ان الناس دي كدابة طيب احنا دلوقتي عشان دلوقتي بيدهمنا هنقول للجمهور دلوقتي كده في الكاميرا بتاعتنا هيت ان اللي حابب يتواصل او يفتح منفذ من منافذ النبارية للصناعات الغزائية يتواصل على صفحة برنامج ناس بلدنا المبادرة اسمها مبادرة النبارية والمصرية الوطنية الامنة الغزائية تمام دي يا جماعة اللي احنا بنتكلم عليه وبنأكد عليه في برنامجنا احنا فاتحين ملفات مستقبل صناعة الاغزية في مصر الاغزية بكل ما فيها الاغزية هنا مش شوكولاتات ومقرمشات وبسكويتات لدي فيها الزيت وسامنة ولحوم ودواجن واسماك كمان الموضوع ان احنا مركزين على عصب البيت المصري اللي الست المصرية الاصيلة اللي بتتفرج عليها دلوقتي لما تقف في المطبخة ما تلاقيش حاجة نقصها احنا مركزين على ده في ناس من بلدنا لان احنا برنامجنا زي ما قولتو بأكد جاد جدا 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 برنامجنا في خدمة بلدنا وكل ناس بلدنا الوقت الاسب بيدهمنا لكن طبعا قبل ما ننهي برنامجنا هشكر ضيف الكريم بشكرك ساعة المستشار شرف من راديك شكرا لده لكن على وعد ان احنا كاميراتنا كاميرات ناس من بلدنا ان شاء الله ترصد اول افتتاح للمجموعة المنافسة اللي هتفتح بإذن الله رب الله في كل المحافظات ان شاء الله رب العمي في كل المحافظات مصر اه وانا بأكد لحضرتك ان احنا كلنا كفريق عمل ناس من بلدنا انا مجرد ترس ترس في العجلة او المنظومة بتاعة ناس من بلدنا ورانا فريق عمل كبير جدا مرسلين في محافظات مصر وناس محترمين جدا وقفين وراء الكاميرات قبل منين يا جماعة بس تطمنونا كده عن المباراة الاخبار انتهت المباراة بحمد الله وفازة الزمالك بكأس السوبر الافريقي كأس جديدة تنضم للمصريين لدولاب المصريين ممكن الاهلوية يعني المتعصبين شوية زعلوا مني او اي حد تاني عايز اقول لكم حاجة بنقولها دايما كده انا واخويا على ابن عمي وانا واخويا وابن عمي على الغريب وانا واخويا وابن عمي والغريب على الاعداء فالفكرة كلها بدل ما الكاس تبقى في تونس عايزين نركاس في مصر ولازم تبقى روحنا رياضية بلاش نحفل على بعض نبتديها كده مع بعض الاهلوية او الناس يبركوا للزمالكوية كمان الزمالكوية يبركوا للاهلوية لما الاهلوية يكسبوا ان شاء الله دي الروح الحلوة ودي اللي انا خدها في عيد الحب كل سنة وانتو طابين انتهت حلقتنا لكن ما انتهتش خدمتنا ولا مفاجأتنا ليكم الحلقة الجاية مفاجأة كبيرة جدا ان شاء الله استنونا اشتركوا لصبالكي